السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم جديد فريق الودادة الرياضي استدعت لجنة الأخلاقية التابعة لنادي الودادة الرياضي لقرة القدم رسمياً لعبها الحالي الشرق البحر من أجل المثولة مامها خلال الساعة القليلة المقبلة من أجل البت في ملفه بوذلك بعدما وقع في مجموعة من الأخطاء التي تتعارض مع القوانين الداخلية الجاري بها العمل بالفريق الأحمر علمت مصادر صحفي أن ناجنة الأخلاقيات بدادي الودادة الرياضي تتجه نحو الحاقة المهاجمة الودادة الحالي الشرق البحري بالفريق الرضيف مع تغريمه لمبلغ مالي كبير قيمته 100 مليون سنطيم وذلك بسبب تمرده على المكتب المدير للفريق إلى جانب تغيبه عن مجموعة من الحصص التدريبية للنادي مشيرة أن إدارة وداد الأمة لم تتقبلت تصرفات الأخيرة التي قام بها اللاعب الشرق البحري خلال الآونات الأخيرة أبرزها رفضه لفسق العقد الذي يربطه بالفريق إلى جانب إقفال هاتفه في وجه جميع المسؤولين الوداديين الحاليين وفي خبر آخر استغلت إدارة الوداد فترة التسجيل الإضافية للكاف لشهر يناير من أجل إضافة أسماء جديدة للعيحة الفريق الإفريقية ويتعلق الأمر بإسماعيل الحداد وأيوب بوشتا وبدر قدرين وإسماعيل غزوي وأسامة الزمروي والنجيري أدي أوغونس والكونغولي كوكلو ترجمة نانسي قنقر